سلام عليكم والعم يزيد يرحب بكم والف تحية يهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية يهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلغاكم مقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم والف تحية يهديها لكم لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا خالعم يا زي يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورت يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ذلي لمعانا خالعم يا زي يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا 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 مرحبا بكم شفتو عمو يزيد يرحب بكم في مدينة الف قبة وقبة شكرا 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 يا أطفال على بالكم بلي عمو يزيد مع مجمع الشروق الإعلامي شركة رامي وشركة شيبس مهبول حبوا يوصلوا كامل الأطفال الجزائر على بالي بلي أطفال الجزائر كلهم حابين يجو الحصة مع عمو يزيد حابين يجو الحصة إذا إحنا معلكم إلا تسجلوا عبر موقع الانترنت عمو يزيد بوان كوم وللصفحة الرسمية عمو يزيد الصفحة الرسمية ولكن إحنا حبينا نسبقوا الأحداث لننكلموا الأطفال باش يجووا يحضروا في الحصة وكامل ولكن حبينا إحنا نزوروا هاد الأطفال لأننا نحنا متشوقين أكتر منكم باش نشوفوكم شكرا 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 عمو يزيد يزوركم في هذه الحفلات حقيقة هي تربوية ولكن في قالب ترفيه حفلات هادفة تحبوا الاحترام تحبوا الاحترام يا أطفال على بلكم بلي الطفل الخلوق الناس تحبوه وش هي الأخلاق وش هو الاحترام بزاف الناس يتكلم ويقولك لازم تكون تحترم الناس لازم تكون تردبالك تكون عندك أخلاق عالية على بلكم وش هو السر السر باش تكون عندك أخلاق عالية وناس تحبك هو أنك تعامل الناس كما تحب أنهم هما يعملوك حبيت الناس يكونوا لطاف معك لازم تكون لطيف حبيت الناس يحترموك لازم تحترمهم حبيت الناس يوقروك ويقدروك لازم تتقدرهم شي مفرغ منه عم يزيد لكم أغنية على الاحترام على الاحترام نقول فيها هذا حوار حوار بين طفل والوالد انتاعه يقول له يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يجاوب الوالد انتاعه يقول له لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا يا أحبائي الاحترام مهم جدا لما تخرج من البيت لا ترفع صوتك أبدا في الحي فمريض يشكو ألمه وعجوز نامت وصبي الاحترام جميل باش المجتمع تعناه يكون يعيش في السلام وهنا يا أطفال عندكم أخلاق انتما عندكم أخلاق إذن يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا ابني فامنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألمه وعجوز نامت وصبي لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألمه وعجوز نامت وصبي يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا أبتاه قل لي معنى الاحترام هيا وقل لي معنى الاحترام هيا وقل لي معنى الاحترام هيا وقل هذا صغير هيا وقل لي معنى الاحترام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا أبتاه يا أبتاه في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا أبتاه يا أبتاه في سنتنا والإسلام تسبق حارة على عم يزيد شكرا 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 لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما يا أحبائي في تأني السلامة لما تخرج إبعتك والديك تروح تشريك شيئا ولا لازم تدخل الدكان بهدوء تلقي السلام دائما ولا تعجل في طلب الشيء لأنه كان الناس قبل منك واش تدير من بعد ما لازمش تعجل حتى لا تسبق غيرك ظلما كل واحده دوره يا أخي يا أحبائي يا أخي نعم إذن أحبائي مهم جدا أنه الإنسان تكون عنده أخلاق أخلاق عالية حبيت يا أطفال واش رأيكم شكولي يقدري يقول لي يخي احنا رأنا في شهر مارس شهر مارس مليء 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 بالمناسبات كين مناسبة أول مارس كين ثامن مارس كين واحده وعشرين مارس كين أرباطاش مارس كين مناسبة ساتاش مارس ساتاش مارس عيد النصر كذلك يوم تنين أفريل هي الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم عالمي للشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة شكون هما اليوم العالمي لي يوم تنين أفريل دب دوب شوف شوف أصدقائنا لعنهم جواب شكولي عنده جواب يوم تنين أفريل هو اليوم هو اليوم شكولي يعرف اليوم العالمي لي شوف شباب هذا شوف الشاطر هذا أعطلوا الميكرو تعالى تعالى واسمك وليدي معامرة معمر اه واسمك معامرة معمر معمر الله يبارك شحل في عمرك معمر شحل في عمرك ثماني ثمان أيام ثمانة أيام سنوات اه سنوات عم بليت من الشهر يوم تنين أفريل يا معمر هو اليوم العالمي لي يوم تنين أفريل هو اليوم العالمي لي شكون فئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة شكولي يعرف ما عرفت ما معمر ما عليش شوف الشباب هذي شوف الشباب هذي شوف الشباب هذي عطولها الميكرو عطولها الميكرو عطولها الميكرو دوكي جيك الدور واسمك بنتي تقوى واسمك تقوى تقوى الله يبارك تقوى يوم تنين أفريل هو اليوم العالمي لي معاقين لا لا اليوم العالمي للمعاق هو يوم ثلاثة ثلاثة ديسمبر يوم تنين أفريل يوم عالمي لذوي احتياجات خاصة ولكن شريحة معينة شريحة معينة عندهم اضطراب شوف شباب هذي أعطي له أعطي له أعطي له ماليش ماليش أعطي لي الصديقي أعطي لي الصديقي بلول أحمد يسين بلول أحمد يسين أعطيهم هنا واسمك ولدي أه واسمك بلول أحمد يسين عماد الدين أحمد يسين أحمد يسين أحمد يسين المرة الجاية كين جي ما صيبك جي بتحتاج صيبك جي بتاكتر يا أخي وعد هذا بالتوفيق والدي بالتوفيق وش هو الجواب اليوم العالمي لي للمعاق لا 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 اليوم العالمي للمعاق هو ثلاثة ديسمبر ولكن اليوم العالمي لشريحة معينة هو يوم ثنين أفريل شوف الشاطر هذا هنا هنا أعطي الميكرو للشاطر هذا هذا الشاطر هذا هذا واسمك ولي أكرم أكرم ومشم سنة تقرأ أكرم سنة متوسط سنة 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 متوسط سنة متوسط سنة متوسط شحال في عمرك ثلاثة ثلاثة شونيوم لا سنة شحال في عمرك ثلاثة شنة ثلاثة شنة الله يبارك شحال شبك المعدل خمستاش ماذا؟ خمستاش تصفيق عليه تصفيق عليه عم يزيد اللي يحب اللي يقرأ ومليح تصفيق عليه وش هو الجواب؟ السمو البقم لا 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 ماشي السمو البقم لا لا أعطي للشباب هذا دقيقة أعطي للشباب هذا واسمك ولدي؟ اسمه أكرم واسمك؟ أكرم الله يبارك كيف حال في أمرك هذا كلام؟ أمر في 13 سنة 13 سنة 13 سنة وش هو اليوم العالمي لي؟ للبيئة لا لا هاليوم العالمي للبيئة في جوان اليوم العالمي للبيئة شوف شباب هدي أعطي لها الميكرو أعطي لها مالش شباب هدي يلا واسمك بنتي؟ واسمك؟ لوجين واسمك؟ لوجين هاو ديلي؟ لوجين دوجين اسمك شباب الله يبارك شحال في أمرك دوجين؟ شحال في أمرك؟ ثماني سنوات ثماني سنوات وش هو الجواب اليوم العالمي لي؟ للتوحد لي؟ التوحد تعالي تعالي صابت الجواب أروحي 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 قولي هنا أروحي بنتي تعالي جيبوها لي؟ تسفيق حار العمي المحبوب أعطونا تحية تحية لصديقي محمد محبوب تحية تحية كبيرة من فضلكم تحية أقوى 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 شكرا 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 محمد محبوب صديقي منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة محمد شكرا 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 هذه البراءة محمد على كل حال مرحبا بكم شكرا على مجيئكم لنا هنا وهذه التفاتة طيبة لأبنائنا وخاصة جد في العطلة شكرا لكم جميعا شكرا للحضور شكرا للشبيب والرياضة بدون استثناء كل إطارات شبيب والرياضة بالواد بدون استثناء شكرا لكم تشفيقة حارة ومصغرية أعطيكم الساحة شكرا 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 والله هدية نعتز بها شكرا شكرا وخاصة من عند صديق عزيز إذن تعالي بنتي تعالي تعالي بنتي إذن هو اليوم العالمي ل التوحد اضطراب التوحد يوم 2 أفريل على بنتي أغلب الحالات تعالج ولكن لازم نعرض أولادنا على الأطباء إذن اليوم 2 أفريل هو تبدو بجملي الهدية إذن يوم 2 أفريل هو اليوم العالمي لاتراب التوحد أعطي لي الهدية أعطيها لي أهلا إذن إذن بنتي رمي رعي برنامج مع مو يزيد ورعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفدي بها نعم الله يبارك تفضلي بنتي شكرا 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 إذن يا أحبائي مليح تكون هناك التفاتة لذوي الإحتياجات الخاصة تعرفوا الهغنية تعموا يزيد ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقابي ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقابي تغنيوا كامل معايا هذه الأغنية للأطفال اللي ميدلوش الواجبات تحهم وانتوما لازم تديروا الواجبات تحكم ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقابي ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقابي بأشد العقابي بأشد العقابي بأشد العقابي ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقابي بأشد العقابي بأشد العقابي ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فرود الغدى وصرت الآن في محزيخي ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فرود الغدى وصرت الآن في محزيخي ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجيبي تعاقبني معلمتي بأشد العقاب بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به سرخت وعطتني سكرا وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة كلا لم أقم به سرخت وعطتني سكرا وعقبت بكتابته أكثر من مئة مرة ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجيبي تعاقبني معلمتي بأشد العقاب من اليوم فصعيدة سأهتم بواجيبي وتلميذا مشتهدا لأفرح أمي وأبي من اليوم فصعيدة سأهتم بواجيبي وتلميذا مشتهدا لأفرح أمي وأبي ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجيبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب تسبيق حارة تسبيق شكرا 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 إذن يا أطفال لازم تحتفظوا وتحفظوا المقطع الأخير لقول فيها عم يزيد من اليوم فصاعدا سأهتم بواجيبي وتلميذا مشتهدا لأفرح أمي وأبي شكرا تعبتوا في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورتوا لدربي يا أحبائي الأولياء مهما درنا للوالدين عمرنا ما نقدرون نرجع لهم واشدارونا إذن يا أحبائي البرو بالوالدين كين أغنية أنا نحب الطبيعة تحبوا الطبيعة تحبوا الأزهار تحبوا تحبوا العسل إذن العسل يأتي من النحل ومن رحيق الأزهار كين أغنية نقول فيها حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قترة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى يلا حطت نحلة النحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قترة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة أخرى يلا حطت نحلة يلا حطت نحلة نحلة فوق الزهرة شربت من ألواد العتري زالت كل حقول الزهري شربت من ألواد العتري قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قترة قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأطفال أهديهم في كل صباح عسلا حلوا كالأطفال حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قترة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قترة حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قترة شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة الأطفال شكرتها ومضت في فرح تبحث عن صاحبة الأطفال حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قترة زارت كل حقول الزهرة شربت من ألوان العتري زارت كل حقول الزهرة شربت من ألوان العتري قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال حطت نحلة فوق الزهرة شربت من مبسمها قترة قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهوى أحباب الأطفال قالت في فرح ودلال أهوى أحباب الأطفال أهديهم في كل صباح عسلاً حلواً كالأفراح أهديهم في كل صباح عسلاً حلواً كالأفراح حطت نحلة فوق الصهرة شربت من محسمها قطرة لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نشكر قناة الشرق على هذه المبادرة الطيبة وعمه يزيد على الاتفاة الطيبة للأطفال وبخصوص في هذه العطلة أشكر عمه يزيد على هذه المبادرة الشيقة شكرا عمه يزيد أشكر عمه يزيد على زيارته إلى مدينة الوال وأشكر مديرة الشباب والرياب أشكر عمه يزيد أشكر عمه يزيد على الحفلة ممتازة وياحي عمه يزيد نشكر عمه يزيد بزاف على هذه الحفلة السلام عليكم نشكر قناة شرق تيفي ومرحبا بشاب يزيد هنا عدنا في واتسوف ونتحي بالنسبة للناس واتسوف ونقولهم يعطيكم الصحة وان شاء الله عقوبة العمل جاي يزيد يرحب بنا في مدينة واتسوف اشتركوا في القناة